فيديو بعنوان السؤال الذي أعجزه أعظم الفلاسفة السلام عليكم وعليكم السلام سؤال جوهري قائم عليه كل شي في هذا الكون بطريقة أو بأخرى بالنسبة لتني مليار نسمي سؤال أنا أجبت عليه في مقطع في بيتنا ملحد وجاني أحد تعليقات في تعليقات أعتقد تويتر قل لي علي أنت أخطأت في إجابة هذا السؤال فقلت أخطأت يعني نورني قل لي إيش الإجابة نتراجع عن هذا الخطأ قل لي أنا ما أقدر أجاوبك في التعليقات لازم تجيني في الخاص لأنه إجابة السؤال هي إجابة فلسفية أيوه من يوم ما تسمع أنه إجابة فلسفية تعرف أنه سيدخلك في الجدر آه يعني الفلسفة ومنطق مالون قيمة لا يمكن وصول الإستنتاجات مبررة من الفلسفة ومنطق صديقي أنا أول شي أنا أدقرت على الفكرة أنه هذا الهي أنا ما فيني جاوبك هون تواصل معي على الخاص بأعتقد هذا شخص معجب فيه صديقة هي سحبة بنسميها سحبه هذا السؤال في كلمتين ما فيه أسهل من هذا السؤال هذا أحد أسهل الأسئلة في الدين أعطينا الإجابة لتقوم سؤال فيه قصة جميلة لكن قبل ما أذكر القصة فيه أمور حدثت وبعدين ندخل في القصة الفترة الأخيرة هلأ أنت اشتكيت لي من هذا اللي قالك أنت أخطأته وبدأ يفوتك بالفلسفة وحاسك عم تعمل معي شي نفسها أحدهم واحد من الشيوخ الله يزاخر محتوى طيب ويقدم يعني مواعد جميلة وكل شي كان كأنه يعني مشكوك في عقيدته أو أنه يعني كأنه يتهرب من هذا السؤال أو يلمح بطريقة أو بأخرى بعكس إجابة السؤال الصحيحة فكان نطريع عليه السؤال بشكل كبير إليه نقرر يعمل مقطع المقطع هذا من مع مين؟ مع حفيده إيه أول سؤال أكره أين ربنا سبحانه وتعالى؟ أين هنضع يا مرأة؟ أشعر أنت خاطئة 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 يا شيخ أذكر الله استهدي بالله يعني أشوف أحد غير حفيدك نزل المقطع ما غير حفيدك على الأساس يكون فيه يعني السؤال ممكن يكون كبير عليك لأنه بتفهم الآن ما نساول مشكلة بأنه حفيده عم يسأل و هو عم يجاوب حفيده بلاك سيكي السيناريو والحوار طبع موضوع لذيذ بأنه حفيده عم يسألني وأنا شيخ كبير بالعمر حلوة أنا أصحابي يسألوني عدة أسئلة فقلوا هات أول سؤال أين الله؟ فسألوا يا جدي أين الله؟ فقلوا إيه هو سؤال مهم وخطير وفعال و مصال خطير هذا السؤال ما شاء الله طيب الإجابة الإجابة كيف بدأت؟ تعال من هنا لوف من هنا أطلع من فوق يمين يسار لخفط الولد قالوا الله خلق كل شيء وخلق الكائنات وخلقني وخلقك وخلق السماوات يا شيخ أذكر الله هو الذي خلق العالم كله وخلق النظم نحن نظم للعالم نعمل نعمل فعطي إجابة الأخ عنده مشكلة مع اللف والدوران هذا اللي صاير لحد لا ينفهمه وهذا الأخ هو يحب يفوت بالموضوع الضغري ناهينا عن أنه إحنا صرنا دايقتين وثلاثين ثانية بالفيديو على هلا ما فهمنا شو الإجابة طبعه شو هي وشو مشكلته الحقيقية مع الشيخ لكن الأخ مزعوج من عمر عبد الكافي لأنه ما فات بالموضوع فورا مع حفيده فنعم ما عنده مشكلة لحد لا كله تمام أين الله؟ جاوب على السؤال البسيط هذا فبدأ يلوف 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 إلين ذكر نقطة لها إيش؟ إنت ممكن تشوف البكتيريا؟ لا ما شوف البكتيريا لازم تحتاج إيه؟ تحتاج مجهر عشان تشوف البكتيريا وتشوف الجراثيم يعني إيش أنا أحتاج مجهر عشان أشوف الله؟ إيش دخل أنا ما أرى الله هو يسألك أين الله؟ ما قل لك كيف أرى الله؟ أخيرا بعد الفلسة هذه كلها بيجاوب الإجابة إيش هي؟ الله هو الذي خلق المكان والزمان وهو ليس في مكان وليس في زمان طب أين الله؟ هو فوق ولكنه تحت هو يمين ولكنه يسار هو في كل مكان ولكن بلا مكان يا شيخ أين الله؟ أنا مستغرب إذا أنا احترت والمشاهدين احتاروا الطفل الصغير هذا كيف يعرف الإجابة؟ الطفل الصغير هذا هل بيحاسسني ونجايتنا رسمي بالمستغرب فهأفتحه للرسام من باب الإحتياط فقط حسنا؟ حتى بعدين بعد ما انخلص السؤال قال له أجيب يعني جاوب إيش فيهم؟ والله يرحمت الطفل هذا ما أعرف يجاوب من الطبيعي صديقي خلص والله اضحكنا على الكافي واضحكنا على حفيظة واضحكنا على الإشابة واضحكنا على كل شيء عطينا فتنة بموضوع رجاء فوتنا حرفيا حنصيب النصه للفيديو فوتنا بموضوع خلينا نحكي فيه إذا بتريد الله يعطيك العافية ويزيك الخير يا سيراج العقل ما أعرف يجاوب لو قوله أنت معطي إجابة من غير إجابة الله هنا وليس هنا الله في مكان وليس في مكان الله في كل مكان يعني خليني أنا أعطيه الإجابة من الآخر وإلك ما فيش اسمه الله أصلا هذا الإله حسب وعصفاته وعقدة الإسلامية هو إله وكيان غير ممكن الوجود نحن معقول لا يوجد آلهة بشكل عام أنا إنسان ملحد لا أدري بمعنى أنا ملحد لا أعتقد وجوده أو آلهة ولا أدري لا أعلم إن كان هناك إله أو آلهة لكن لما بتحاكين على إله الإسلام ينا بقول لك أنا ملحد إجابي فيه هو إله لا يمكن الوجود وإذا حد أحبب يعرف شو هي الأسباب تبعي في سلسلة ما تركتو الإسلام فيكم تابعوا يعني الله في الجيب الله في الكاسة الله أعزكم الله في الحمام استغفر الله أنتم متخيلين أنا أعقيد هذه كيف فاسدة لذلك تستغرب شيخ في هذه المكانة ويعني أعتقد أنه هو في الدعوة من قبل أنه ما أولد الطفل ممكن يجاوب عليه أنت ما قدرت يجاوب عليه أين الله تمام ندخل في القصة الله تعالى أول ما خلق خلق العرش غلط ما في اتفاق معنا أعطعو تفضل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أين كان الله فكلهم بمعنى الحديث أنه لم يكن شيء وكان الله ولم يكن شيء وكان عرش وهان الله ثم خلق العرش الآن في اختلاف إيش أولى المخلوقات هل هو العرش أو القلم أو الماء لكن الأغلب يقول أنه العرش صديقي أنا كنت بدي أعطعك شان إلك أنه في اختلاف أنا كنت بدي إلك أنه ما في اتفاق على ماذا خلق الله أولا إن كان هنا الاختلاف المعترف عليه خلينا نقول هو القلم والعرش لكن انتبهوا بعدين أنه هولدان الحديث بإلا كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء يعني الماء قسم من الاختلاف تبعا أنه رازكو أم فوتوه على قامة الاختلافات فحضرتك صلك ساعة عم تردح أو مو ساعة شاء المبالغة أربع دقايق عم تردح على الكافي وعم بتبهد لو تمسح في الأرض منه ما عطاه إيجابة واضحة أم أنت بتبلش الإجابة الواضحة تبعات بفكرة خلينا نجيكم من الآخر الله أول شيء خلق القلم وخلق الماء وخلق العرش لكن ما نعلم بصراحة فيه اختلاف الموضوع على الأغلب واحد من بيناتهم حرفيا قال على الأغلب شلون فأيت لي بعلى الأغلب أنت بشيء يفترض أنت وافق ثقة عمياء ومطلقة فيه وحقيقة مطلقة لا يمكن شك فيه أنت بلشت لي بإجابتك بعلى الأغلب وبيه واحدة من أهم هواعد العقيدة الإسلامية كلها ماذا خلق الله أولا ما منعرف على الأغلب الله خلقه بعدين حضرتك لما بتفت لي موضوع القلم والعرش والماء ألست أنت أيضا كالملحد أو من دري مين هذا بالتويتر يقال لك تعال على الخاص شان يلف ويدور وألست أيضا كالكافي اللي أنت عم تتهمه باللف والدوران ما عم تفوت بالمقصة ما عم تلف والدور أنت أيضا ولا مالك من تبه صديق الموضوع لكن أكمل الله تعالى خلق العرش ثم خلق الماء والقلم فعرشه على الماء وهو فوق العرش مستوين ثم خلق آدم عليه السلام خلق آدم بيديه الآن آدم عليه السلام وحتى الشيطان يعرفوا أن الله فوق السماء حتى المشركين في عهد الرسول عليه السلام مع أنهم يعبدوا أصنام إلا أنهم يعبدوها ليقربوهم إلى الله زلفة الذي فوق السماء لكن إيش هالمشكلة لأنهم يقولوا أن الإله متجسد في كل شيء في كل مكان ما فيه إله في السماء من هنا بدأت الفلسفة اللي هي أن الله لنسى في السماء لذلك الأشائر والجهر وأخيرا حكى جملة صحيحة مفيدة اللي هو العقيدة الإسلامية عندها 200-300-400 سنة فترة من بين 200-400 سنة بعد وفاة الرسول بلشوا المسلمين ينخلطوا مع الفرس ومع اليونانيين وأكثر شيء يتأثروا بالفلسفات اليونانية بهاي الفترة بلشوا صار عندنا نهوض بالفكر الفلسفي طبعا أصابة النصوص الموجودة أو قديمة لا تعمل هنا وقت سأخلي كفيش أنا نرسم لكم رسمي أوضح جهمية والماتريدية والشيعة تماما هدون يعني عني الجهمية والماتريدية والشيعة الشيعة من وقت ما أتلوا لعثمان موجودة الشيعة يمكن أصدق آخر من راحل الشيعة الأثنى عشرية قد يكون يا بس إنه الشيعة شو دخلوا بس دايمر الشيعة وممكن بعض الإباضية ينكروا علو الله يقولوا أن الله ليس في السماء طيب إيجا الإجابة؟ أبقى تتصور معي أنا أو إيجا اللقطة هذه أو أروح حتى أسألهم أسألهم قل لهم أين الله؟ أول ما تسألوا هذا السؤال مستحيل يطلق إجابة مباشرة يقول لك أسف مثل ما حضرتك عم تعمل فينا وعملت فينا بهذا الفيديو صديقي وركز معي لأنك أنت فينا نقول أنه هو آل في السماء لكن ما شرح لنا كيف هذا الشيء ما شرح لنا لا بدليل إسلامي واضح ولا شرح لنا بدليل عقلي عقلي إنسا ما فيك تثبت عقليا هاي أشياء كلها غيبية آلهة ملائك لهلأ ما فتنا حتى بدليل إسلامي واضح أنت من يوم ما جيت تشوف كلمة أسمع وركز معي تعرف أنه حيدخلك في الجذر وأنه الإجابة دي فلسفية وأنه مستحيل حتخرج منه بإجابة واحدة منطقية عنده مشكلة مع الفلسفة والمنطق صديقي أخوة السلفية ما عندي استغرام أنه عنده مشكلة مع المنطق الله سماوات نقول كان ولا مكان كما أنه كان بلا زمان كان بلا مكان كما أنه بلا زمان بلا مكان طيب الآن نحن عندنا آيات تثبت أن الله سبحانه وتعالى فظاهر موجود في أمكان نقول هذه الآيات يجب أن نؤولها الأشاعر والجهمية والشيعة وبعض فرقة الضالة هذه أخذوا العقيدة الإسلامية عجنوها 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 لفوها لفوها يمين يسار حرقوها بعد نقول لأخذ يعني إحنا كمسلمين نعرف إن الله له وجه له وجه حقيقي له يد له عيين مستوين على العرش نحن نعرف إنه يوم القيامة إذا دخلنا الجنة يوم الحساب إذا دخلنا الجنة نرى الله نرى الله حقيقة بإذنها تعال نحن ما نعرف شكل الله صح نحن ما نعرف أي شيء ليس كمثل شيء لكن إذا رأينا الله أنا أحبك تييرة الآية ليس كمثله شيء شو تتم luz وهو السماع البصير اللي هي حرفيا السماعة والبصر بتطلب إذن بيولوجية وعين بيولوجية مثل البشر أنا أحبك سنعرف أن هذا الله الفرق المنحرفة هذه جعل الصفات الله مجاز يعني الله له وجه نعم هو له وجه أنا أخبركم ما هو فرق بين المتكلمين والأصوليين بهذه القصة يعني المقدمة الله له يد نعم هو له يد لكن هذه اليد هي القدرة الله يقول عن نفسه له يد يقول عن نفسه له وجه أنت تألف من عندك ليش أنت كيف عرفت أن هذا مجاز على كيفك هل نعطيكم مثال الآن دخلت مدرسة وقلت لكم أنا يوم دخلت المدرسة هذه وجدت أنه مديرها أسد له كلمة قوية أمام الطلاب وأمام المدرسين هل يجي في بالك أنه أنا أتكلم عن أسد أسد فعلا حيوان لا ليش لأنك أنت تعرف كيف شكل الأسد وتعرف أنه المستحيل وتعرف أنه مستحيل أنه يكون مدير المدرسة حيوان أسد المثال أنت جايبه ما بيعكس الصورة اللي أنت بدك إياها ما بيمشي رصال حق أنت العقيدة تواكن شو هي العقيدة السلفية نحن نأخذ النصوص خاصة بصفات الله بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ما بيأخطوها بالحرف فإذا الله قال أن له يد فهو له يد فيا صديقي أنت اللي جبت المثال لأنت فكره صالحا عمليا إذا كتمشي بدون تعطيل وتكييف أنت لازم تقول أنه فعلا المدير هو أسد لأنه وصف نفسه بالأسد هو المدير قال أنا أسد وهذه المدرسة فأنت تثبت له الصفات التي توصفها بي نفسه من تون تعطيل وتكييف ولا كذا بيجوا مين بقى بيشتغل معهم اللي بيحركوا العقل المتكلمين اللي أنت بيعترض معهم بيقولوا لا يجب أن يكون أسد حقيقي ونحن نعلم أنه كلام مجازي فأنت المثال يعطيته بيطعم بالسلفية صديقي ما بيطعم بالمتكلمين تعلم أني أنا أقصد أنه أسد معناته بقوة بصرامته بشدته هذا اللي بيقولوا هن المتكلمين هذا اللي بيعملوا بأولوا النصوص بشجاعته ليش لأنه ذي ما قدرك أنت تعرف الأسد كيف شكله وتعرف المدير الإنسان كيف شكله لكن لكن أنت لا تعلم الله كيف شكله هذا الفرق بالمقارنة تبعك التي لا تعمل لما أجه أقول لك مثلا الله له يد أنت تروح تفسر اليد هذه على كيفك والله ممكن هي تشبه يدي تشبه يد أحد أنت ما تعرف أنت ما تعرف يد الله كيف ما تعرف وجه الله كيف نقول هو له يد حقيقة وله وجه حقيقي بدون إحنا ما نحط إنها مجاز أنت ما تعرف الكيفية فلما أقلك ما يعرف الكيفية لا تألف لا تحركوا العقلك تماما شوفوا أصدقائي شو صاير الاختلاف لصاير الاختلاف هذا الذي أماله عادي يعني كنا نفكرين حاكوا عم تتابعوا فيديو على اليوتيوب لشخص عنده رأي عم يشاركو هذا من الاختلافات التي قسمت الأم الإسلامية لمذاهب ومدارس يعني دمار تام عمل هذا دخول الفلسفة والعقل على العقيدة الإسلامية دمره تماما وأسمى شوف الفرق بيناتهم شو هو بيوم من الأيام كانت الأمور زي العسل أصدقائي الله موجود أرسلنا رسالة عن طريق ملاك لأن الرسول دخل على الكهف ومور زي العسل أخذنا هذا الرسول طلع من الكهف حكل الصحابة طبعا أنا شفت ملاك الجماعة صدقوا طلوا على المدينة جمعوا أسلحة ومال ورجعوا وانتصروا على أعداء الأشرار طبع مكة وانتشر الإسلام في المنطقة وزي العسل 200 سنة 300 سنة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بهاي العقيدة الناجحة بلشت المجتمعات الإسلامية تنتشر جغرافيا ويدخل عليهم الناس من الخارج ما عندهم ثقافات خارجية عندهم فلسفة مثل الفرس اليونات الأتراك وإلى آخر حتى الصينيين يمكن نقاشون وصلت الحضارة طبعا لعنا فاللي صار هون يا أصدقائي الدين اللي كان محصور بقوقعة معينة بيوم الأيام قلوه نصوص معينة وقلوه ناس معينة وما حدا بقدر تطلع عنه بلشت تنكسر القوقعة طبعا بلشت شوي تتهشم ويدخل عليها شي من الخارج فنبلش التنقسم خليه ما بنفوت بتفاصيل مثل ما حكى هو الماتر وديه خليه نقول الناس نقسموا المسلمين بين متكلمين اللي جاب علي أعطيهم رسمة عقل رسم عقل يعني خليوا رسمة عقل بين متكلمين وبين وصوليين أصحاب النصوص ناس بتستخدم العائل تبعها مع التحفظ على الرسمة وناس حصرا ملتزمة بالنصوص ليش نقسموا هدول اتنين نقسموا هدول اتنين بكل بساطة لأنه الناس هدول المتكلمين بيوم الأيام متكلمين هنا تعني كلام من معنى الفلسفة والتفكير وتحكيم العقل هدول الناس كانوا هنن بيوم يوم أصوليين نصوصيين كانوا لكن ليش بلشوا يحكموا العائل لأنه استوعبوا أنه لما نتكلم على إله وهذا الحكي أصدقائي قبل البيك بانج وقبل الاكتشفة العلمي الحديث لما نتكلم فلسفيا على إله خلق الكون يجب هذا الإله يكون هو ليس قسم من الكون بمعنى يجب الإله يكون أسمى من مخلوقاته يجب أن يقسم بين خالق ومخلوق ولا يجب تطبيق مواصفات المخلوق على الخالق فالفكرة شو هي إن كان الله فعلا موجود هنا نعم بفكره دول الفلاسفة إن كان الله فعلا موجود فهو لا يجب أن يكون قسم من الكون تبعنا إذا كان هذا هو الشكل تبعنا الكون بدأ بنقطة معينة لا يجب أن يكون قسم منه الله بداخله لا يجب لأنه إن كان بداخله معناته بمر عليه الزمان وهو محصور ومحكوم بالمكان هاي مواصفات المخلوقات إذن يفترض أن الله إذن خارج الكون ولا يمر عليه الزمان ولا هو محكوم بمكان هذا اللي استوعبوهن فلسفيا من دون البكي بانكي ثيري ومن دون ما يفتعوا من دون شي بس استوعبوا هذا الشي فلسفيا بلشوا يقروا النصوص الموجودة حسوا أنه يفهم من النصوص أن الله داخل الكون ليش؟ مثل ما كان عبيحكي الأخن شوي نحن بأن الله قال أن له يد له كلتا يدين وكلتا يديه يمين له أقدام يوم يقشف الله عن ساقه ما عادة له قدم تاني هذا وصف جسد كامل أيدي ورأس وأعين ومقدمة ومؤخرة لوبل له عرش يجلس على العرش ليش بيجلس له وجه أيضا نعم صديقي شكرا خالد ليش هاي مواصفات كلها داخل الكون ليست هاي مو مواصفات شيء خارج الكون أو شيء خالق هاي مواصفات مخلوق ليش بيجلس الله على العرش وعنده كرسي في كرسي للعرش أيضا هذا كرسي غير العرش الكرسي هو للرجلين مثل الملوك اللي كانوا يعدوا لما يتعبوا رجلينهم بيحطوا رجلينهم على كرسي وبيتعبوا عادة كيف بيجلس الله هلا هنا ما فكروا لهذه الدرجة ما كان عندهم هذا البعض تبع الجاذبية والنسيجة زي ما كانوا كذا لكن بمواصفات فكروا فيها منه هاي كلها اللي عم نقرأ نحنا ينطبق على شيء داخل الكون وليس خارج الكون خاصة أن الله يغضب الله يفرح الله يتفاجأ أحيان بالقرآن بأشياء ما كانت وقعها تصير أم صارت فبلشوا يعملوا شو ما يسمى بالتأويل علينا تأويل النصوص جابوا لهذه النصوص نفسها ما بدون يغيروها وبلشوا يأولوها اليد لا تعني اليد يضو الله على أيديهم لا تعني ذلك تعني الخير الصاق لا تعني الصاق الوجه لا تعني الوجه بلشوا يغيروا يأولوا ليش لأنه عقليا لا يعمل مولا أنه هنن كفار وضالين ومضللين لا لا هنه شافوا أنه عقليا لا يعمل اللي أنت عم تقلي عليه بالنص لا يعمل عقليا وأنا بدي أضل وأبقى أمم بالإله نفسه بالله تبعي ما بدي أتركض الله تبعي فهذا دليل على إيمانهم أكتر ما أنه دليل على جحدهم وكفرهم أنا مآمن بأن الله هذا موجود لكن عقليا لا يعمل حسب النصوص الأخوة هاد من نقول عليهم الأصوليين عشان نشملهم كلهم قال لك لا يعمل حتى ولو خالف الواقع هنه أصلا موستوعبين الفكرة يعني أنت إذا بتفوت هذا الأخ بحوار مع حدا من المتكلمين ليشرح له شو مشكلة المواصفات والصفات طبع الله التي لا تعمل داخل النسي جزا مكاني ما يفهم عليه الفكرة بس أنه نوع بيحرف النصوص لأنه مرة تانية هي شو الآلية تبعهم لا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تكيف بمعنى شو ممكتوب القرآن مناخده بشكل حرفي حتى ولو كان بأدخل الله داخل الكون ما بيهمنا إحنا أصلا موستوعبين هاي فكرة كلها أخوة هدول ما بديوا الحشوية الأخوة هدول جماعة النصوص ما بيهمهم ليش؟ لأنه الميزة والفرق بيناته هن الاثنين أنه جماعة المتكلمين بيحطربوا النص وبحبوا النص وبأولوا النص لكن يبدون العقل على النقل اللي هو الكتاب هون بالعكس تماما أنا ممكن ناقش أنهم لا يحترمون النص وإنما يرتعدون ويخافون من النص ما عندهم استخدامنا العقل أبدا لأن هاي النصوص مو مهم إن كانت تتطبق مع العقل والمنطق وإنما يبدون النص على العقل دائما النقل على العقل شو مكتوب بالنصوص؟ ماذا أتانا؟ بلغنا عن 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 أهم من عقلك إذا بجيب لك أنا هلأ عن عنة أن السماء لونها أحمر ورفع الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بدك السماء لونها أحمر حتى لو شايفة بعينك وعقلك عم يقل لك أنها زرقاء مو مهم هيك الآلية تابعهم هدول وهذا الفرق بيناتهم فهنم بيشيطنون اللي هدول بيعتبرونهم مجرمين هنم ليسهم كذلك إن الجماعة مفكرين بيحبوا دينهم بيحتربون وشافوا أن النصوص لا تعمل فحاولوا ومحاولوا أولوا النصوص أتنين أم شوفهم مؤامنين بخرافات بسلب العقيدة تابعهم لكن أحدهما أفضلهم من الأفضل ومن الآخر لا وبل أحدهما يمكن بناء حسب العقيدة تابعهم يمكن بناء مجتمع متطور عليها يمكن فعل ذلك الحقيقة في منهم شوي متعصبين في بعض المذاهب متعصبين منهم لكن على المدى الطويل التعامل مع هاي الناس أفضل بكثير من التعامل مع هاي الناس وبرأيي هذا الشيء شايفينه تجسيد واقي على الأرض أكمل عزيزي قول سمعنا وعطعنا تماما اختصر علي الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم مؤمنين بهذه الأمور انت اخترق الدين جديد ولفة جديدة ليش لهذه كلها هي منسوبة من الفلاسفة الفلاسفة الشيطان أنا أقول لكم حاجة أشيطان مع الفلاسفة نجمعوا بالحوار أنا أحب ذلك الشيطان كيف قدر يخدع بعض الأشاعر وبعض هذه الفئات قل لهم أنتوا لازم تتعلموا علم الكلام وعلم الفلسفة اللي هو أصلاً ما أقول منها الفلاسفة وهذا اللي هما أصلاً ملحدين ملحدين فلاسفة كلهم أصدقائي وتتشهد مثلاً بإنكار صفات الله بايش تتشهدوا بأبيات بالشعر بفلسفة ومانانية إغريقية لكن المسلم كيف يستشهد؟ نعم أصدقائي آسف آسف على القصائد الشعرية اللي انجبرت استعملها وانا مشرح لكم المشكلة أو اختصار المشكلة بيناتهم فآسف على اللي انجبرت استخدم قصائد شعرية إن الله فوق السماء وإن الله له صفات حقيقية بالقرآن والأحاديث وأقوال السلف عقيدة راسخة لذلك سؤال أين الله ما في أسهل منه فضل معناها الله في السماء صديقي هاي معناها الله في السماء هذه هي السماء وهذا الله فيها وهذا المعترضين معه هدو والحق معهم صراحة لأنه إن كان داخل إذا كان في السماء معات ذا داخل الكون وإن كان داخل الكون معات في إيلا يجب أن يكون له خالق خارجي لأنه يمر عليه الزمان اليوم عند الله كالف يوم مما تعدون هاي من القرآة كما بتنطبق عليها جلوسه على العرج مواصفاته كلها بتنطبق على أنه فعلاً داخل السماء هؤلاء اللي عم بيحاربوا هذا الموضوع إذا ما تقول في السماء أو إذا ما نذكر في القرآن في السماء يعني فوق السماء الله فوق السماء الله فوق وتحته العرش وتحته الماء وتحته السماء لكن لما يقول في السماء هما ما يقصدوا العرب إنه هو داخل السماء مثلاً أنا جاء أقول لك أنا في الشارع صديقي العقيدة تبعك كله من أساسه مبنية وهلأ أنت عم تخانقهم لهؤلاء المتكلمين على انه نحن لا نقول ولا نحرف ولا نمثل ولا نكيف. كلها مبنيه على الفكرة. او انت حرف جر عم تفسره وتقوله. سمعت وشو قاد? في تعني فوق. صديقي انت مجبور مجبور تأول حرف جر. هذا اللي كنت عم بلكل عليه من شوية ما لقيت له مثال. كنت يقلكن ان هن اصلا بيكسروا قاعدة تبعهن. انت عم تكسر القاعدة نحن نأخذ النصوص وكما هي ولا نقول ولا نؤوله اي شيء قاله الله. طيب اه 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 في تعني على. او انا داخل الاسفلت انا داخل الرصيف. ايد الله. مثلا انا اجا اقول لك انا في الشارع. هل انا داخل الاسفلت انا داخل الرصيف ولا انا على الشارع. لما اقول لك مثلا انا في البحر. هل انا داخل البحر? لا. نعم صديقي اول شيء انا في الشارع هي لغويا خاطئة. يجب القول انا على الرصيف او انا اه على الطريق. لكن يفهم منها عرفا انه لما بقول انا في الشارع ما ناتع الشارع. زائد انا في البحر نعم يفهم منها بأنك أنت داخل البحر. هخليه كميل. يعني أنا فوق السفينة. أيضا بالله يا شو. لما أقول لك مثلا أنا في البحر. هل أنا داخل البحر؟ لا. يعني أنا فوق السفينة. أنا على البحر. لذلك إجابة سهلة. يعني أي شخص بيجاوب عليها. أين الله فوق السماء. الإجابة سهلة جدا. لحتى لحتى وثق لك موقفة أكثر صديقي. شوف حاطيك أمفي لأكتر شدد لك أنه كلامك صحيح. لما أنا بقول أنا في النادي. شو معناها أصدقائي؟ هل أتصل فيني أبو الفوز؟ هل يقول سيوينك؟ ألا قلت له أنا في النادي. شو معناها أنا في النادي؟ هلأ أنا عم بعمل استريم وعم نعمل رياكت على الأخ سراج العقول في الغرفة. شو معناها؟ معناها على الغرفة. واضحة. لك سهل. ما أبدا. في النادي؟ على النادي معناها. أنا في سيارتي على سيارتي. صديقي. الآلية تبعكم كلها وهو هذا التناقض عند الأخوة تبع النصوص. الآلية كلها تبعكم إنه نحن نأخذ النص كما هو. آخر شيء كلمة حرف جر في. بدنا نأوله وأحيانا تعني من وإلى وعلى. هذا اللي عم يصير أمام أعيننا الآن الزغاية. ولا بأس ويمية مقطع أشرح بفلسفة إنه الله ما هو بالسماء وأعجل مواضيع ولوف. أين الله؟ هو هنا. لا إنه هنا. هو فوق. لا إنه هنا. هو في كل مكان. الله لا في مكان. الله محتاج للمكان. معنات المكانك ومن الله سبحانه وتعالى. معنات الله جسم وكلها الشعبات لدتها. انت تدخل تدخل العقيدة هذه. ممكن تخرج مجنون. طيب عشان نثبت إنه إحنا عندنا عقيدة صحيحة. مأخوذة من القرآن والسنة. ما هي من الشعر والفلسفة. أقولكم الأدلة من القرآن. قال تعالى وهو العلي العظيم. وقال سبح اسم ربك. العلي لا يفهم منه بالضرورة خارج الكون صحيح. ممكن يكون علي أعلى منا. إذا أنا قاعد على اسطوح بناية. وانت تحت أنا بكون أعلى. أنا علي عليك بكون. فغيره. سبح اسم ربك الأعلى. أيضا نفس الشي. وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نفس الشي. زائد المتعال قد يفهم منها معنوية نفسية. منه هو يتعالى نفسيا على الآخرين. صديق ليك لا اختصلك إياها. هاي قبل ما تخلص الفيديو. الشي الوحيد اللي يفهم منه ان الله كان على شيء هو ان الله على العرش استوى. ما عنا الله على السماوات يفترض ولا استوى ولا ما عنا يا. ما عنا غير ان الله في السماء في الحديث هذا المشهور تبع الجارية. وعنا بالقرآن الله على العرش استوى. ما في غير هيك. هدول على العرش استوى بتفوت بالمشكلة اللي شرحت لك ياها. وانه هو داخل كونه عنده عرش مجبوش يلبس. وفي السماء بتضلك بالإرنة نفسها. طبع حديث الجارية المشهور طبع في السماء. فاكمل عزيزي. وقوله وهو القاهر فوق عباده. وقوله يخافون ربهم. بس اطلع على راس الجبه بتكون فوق عبادك. ما في مشكلة. من فوقهم. وقوله اامنتم من في السماء ان يخصف من في السماء. اصدقائي اخينا عيدة مرة تانية. امنتم من. امنتم من على السماء. هو هون. شرح لنا صحيح انا اخطأت. عفوا. هنا الفي تاني على اصدقائي. اوكي. هي بجماعة الذين لا نؤول ولا نحرف. ايكم الأرض. والأدلة في القرآن كثيرة. نجي للأدلة. واضحة. من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وعشان تعرفوا انه السؤال هذا هو سؤال في صميم العقيدة في اصل العقيدة. جارية واحد اتى بجارية لرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنه هو سوى مشكلة معها فقال له يعني اعتقها لله. فقال اعتبي لي بالجارية. سوى مشكلة معها. نو. خلي هلو اجبكونا الحديث. المصيبة منه هو للزلمة ليس من الجارية. هلو اجبلكونا الحديث. اكمل عزيزي. وسألها سؤال واحد. اين الله. يعني تخيلوا لما يكون فيه سؤال زي هذا واولي. ويكون سؤال اين الله. فقالت الله في السماء. اعتقها انها مؤمنة. هون يبلش الحديث يقول لك هو. نحن ما بنعرف شو عمل مع الرجل مع المرة. شو شو صار. كان عنده جارية. كان لي جارية ترعى. ترعى غنميات لي. فاطلعت عليها اطلاعة. فاذا الذئب قد ذهب منها بشاتن. فانا كان عندي جارية جايبة لتحرس الغنم. غنيمات عنده. فراح يشيك على الغنيمات. ام لأ الذئب اتى وذهب بواحدة من هاي الغنيمات. ام شو كان شو عمل الاخ. وانا رجل من بني ادم. يأسفوا كما يأسفون. انا باخطئ مثل مثل الناس. فشو عمل. ولكنني سكقتها سكة. والسك هنا تأتي بمعنى الضرب على الوجه والضرب المبرح. وفي اختلاف التفاسيل. لكنه الضرب مبرح يعني. نعرف انه قال انا غلطت وانا آسف وكذا. لكن انت عم تضرب امرأة. لانه ما واجهت الذئاب وهنا عبيش سوء الغنم. شو داك ياها تعبي. شغلت التراقب وانا ازا اجي الذئب تتهرب مثل مثل الغنم يعني. شو داك ساوي. والجارية. اغلب الجواري بداك الوقت كانوا بعمر صغير كتير. كانوا ما بين التسعة والتمنتاش سبتاش اعمارهم. لانه عادة ذلك احيانا كانوا يتزوجوا. كانت تعتق رقابهم كانت كذا. فأغلبهم صغار الجواري كانوا. فش بدك ياها تعمل. قال فعظم ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأ شيء عظيم هذا الشيء الموضوع. فشلون حل الرسول. اكيد تتمت الحديث شو هي. استهى الرسول عليه الصلاة والسلام من العبودية. وقال له ومن ادلكم على العبودية لتأتون بها. وما لكم تملكون النساء سوار وجوار وسرار مون. لا للأسف. طلع الرسول ما عنده مشكلة لا بالضرب ولا بالعبودية. وانما شو عنده مشكلة. شو ايمانها. لماذا تؤمن. هاتوا لنشوف. الشخص قال له. الا اعتقها يا رسول. ان شو عمد ضربت اعتقها. اعمل له بعتليها. قال. فارسأل اليها فجاء بها. قال. اين الله. الرسول عم يسأل للجارية. اين الله. قالت في السماء. قال. فمن انا. قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. فش نستخرج حكم اخلاقي من هاي الآية. انه اول شيء العبودية محللة بالاسلام. مع لنا مشكلة فيها. الرسول لم يستهجن العبودية ابدا ولا يستغرب ولم تشق عليه العبودية. الناس تملك بعضها ما فيه مشكلة. تاني شغلة اللي بيحرر العبد وبيعتق رقبته هو لا الاخلاق ولا الانسانية ولا من الضبط حقوق الانسان ولا حدا. اللي بيعتقها ما هو ايمانها. لانه سأل الرسول شو ايمانك. قالت له اسلام عمليا. ان الله في السماء وانتر رسول الله. طب لو ما قالت له هيك شو كان صار. لو هي قالت له بصراحة لا اعلم اين الله. طب من انا لا اعلم من انت. يلا ارجعي. ارجعي عند المالك تبعك اللي بيضربك. اذا ما قاتل دي الذئاب. هذا اللي يفهم من هذا الحديث. الذي انجاها ليس الاخلاق الرسول ولا جمالية الاسلام. الذي انجاها انها قالت الله في السماء وانها تعلم من هو الرسول. هذا اللي نجاها. هذا ما له علاقة بالفيديو نحنا عم نحكي عنه اين الله. لكن حبيت بس وضح لكم الصورة الاخلاقية. طبع هذا الحديث. اللي رسول اقر على العبودية. لان هون في عندنا قرار بالموضوع التقرير. تقرير شو هو في العقيدة الاسلامية. انه احيانا نحن في عندنا اشياء لا يوجد تشريه فيها ولا نص واضح. فمنشوف هل اقرها الرسول ام لم يقرها. بمعنى ان حصلت امامه وسكت عنها. فهذا هو ان العبودية مقررة. لان رسول شاف العبودية وما نهاهم. معنى انه ما استغربش لو انتم استعبدين البشر. للاسف. تخيل السؤال هذا وضح فيه انها مؤمنة. وفي موضع اخر سألها اين الله? قالت في السماء. قال من انا? قالت الرسول الله. قال اعتقال انها مؤمنة. فلما نكون في زيه. انتبهت وان قالت في السماء. وما هو شرح انه ش يعني فيه تعاني على. واضحة اصدقائي سهلة جدا. هذا السؤال. معنى باعف قلد اللهجة تبعه. العقيدة ويسألها اين الله وتقول في السماء وجيك واحد اشعري ولا واحد من اذيال الاشعرية والشيعة. ويقول لك الله ليس في السماء. ان الله ليس في السماء بذاتي. انا اصدقك ولا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. العقيدة. انت اذا كتصدق الرسول بدك تقول في السماء. بحقي انت المالك نقول لا تصدق الزيم ولا تصدق الرسول. يفترض انت تصدق عقلك صديقي. جيب هاي النصوص فكر فيها. استخدم المنطق. تحليل النقدي. وقول كيف ممكن مواصفات الهي تنطبق. وانا قبلان بهاي النصوص. متلاقي حالك بتمين للاخوة هدول. يلي بصراحة لا اعتقد انها يحسن. قد عالي تلفها 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 وحطها في موات شربها. وفي الحديث ينزل الله الى السماء الدنيا. ينزل الله الى السماء الدنيا. يعني الله فين? فهو. يا اخي انت لما تسجد ايش تقول سموكم رسمي حلوي على هذا الحديث. اصدقائي الله سبحانه وتعالى جالس على العرشي. بالثلث الاخير من الليل متل الحديث يجبنا يا الاخوة. ينزل الله سبحانه وتعالى على الكرة الارضية طبعا لحتى يستجاب لدعوات الناس. هون عنا الشمس نحن. بما ان الشمس عام لهيك فهون بيكون ليل وهون بيكون نهار. فالله بينزل بالثلث الاخير من الليل. اي استجاب لدعوات البشر. طب اوكي هون عندهم ليل هدون. الله نزل بالثلث الاخير طبعا واستجاب لدعوات. بعدين ذهب. طب هدون شو صار فيهم? جماعة الصباح. رضح بانه هاي الصورة بتزبط اكتر لما بنعمل هيك اصدقائي. لما نخيل الله خارج الكون طبعا والحمد لله. الله بدي ينزل لعننا الثلث الاخير من الليل. طلع بتزبط هاي القصة لما الارض بيكون شكلها هيك. وطالع القمر علينا. شو معنى تطالع القمر? معناها تليل. والقمر بيروح بيلف بينزل تحت الارض اللي الشمس بتكون ايضا هي تجري لمستقر لها عم تدور. هن الاتنين عم يدوروا. يطلبون بعضا طلبا حفيثة كما اتف القرآن. ولا اللق ولا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا القمر وسهبق من النهار اصدقائي. وكلهم في فلك يسبحون. فطلعت بتزبط هيك. انه لما يكون طالع الامر والدنيا الليل وبينزل الله بالثلث الاخير من الليل على الكرة الارضية كلها. هي هي الكندي والاميركي والروسي والشرق اوسط وكل لاتنا سوا هون. طالع علينا الليل كل لاتنا حتة واحدة. ساعتها طلعت بتزبط هاي. هذا الحديث. ميوعا بيحكي لنا طلع بيشتغل هيك. نس حبيت هيك ننوه على الموضوع. اكمل عزيز. الى السماء الدنيا في الثلثة الاخير من الليل. طيب. ينزل الله الى السماء الدنيا. يعني الله فين? فوق. يعني هو نفكر انه لما مكتوب ان الله فوق هو انه حصلا خارج الكون. ما عرف هام انه فوق بكل بساطة فيها تكون هاد الارض تبعنا هاي اول سماء الثانية تاتر اوة خمسة السابعة والله هنا. ونحن كل لاتنا داخل الكون نحن والله سوا. تزبط. لكن ونفكر كلمة فوق خلص خارجي الكون. سبحانه ربي الاعلى. وانت تحت. يعني الى الان لما ايجي اطلع فوق الجبل. هل انا اكون اقرب الى الله? نعم تكون اقرب الى الله. تماما. هذا كده احاول اشتغل لك. ايه يعني حخاف من هذه المعلومة. احنا عقدتنا واضحة. ما نخاف. احنا ما عندنا تقية. لما تكون انت فوق للجبل هتكون اقرب الى الله. لكن صديقي بتعف لشو عم تقرب انت صفيت بين مواصفات. انت عم تقرب صفيت شيء لاسمه العبادة الوثنية. لما بتقول انا مكانيا فيني اقترب للآلهة. صديقي هي شو انت حكيت عنها ببداية الفيديو. ان الكفار لا ما هنرسم رسمي. ان الكفار تبع قريش لعنهم الله يعبدون الاسنام لتقربهم من الله زلوفة. انت ذكرتوا لموضوع بداية الفيديو. فصفيت انت شو الفرق بينك وبينه لهدول عبادة الاسنام صديقي. تبع هنن يقتربون من الله مكانيا زلوفة بصناعة. انت عم بتقول انا بطلع على الجبل اتقرب لله زلوفة. صديقي هي عبادة وثنية لما يكون اله بمكان معين فقط. وانت لازم جسديا تتحرك وتصل عنده. تماما على فكرة هو مثل فكرة العبادة الذهاب للحج بمكة. لا ما لازم يكون في قيمة للحج بمكة ان لم يكن هو عن جد دين وثني. الوثنيات هيك بتشتغل. اماكن معينة. ظروف معينة. تشسيدات لاشياء معينة مثل الحجر والصنم وكذا. هي اللي بتعطيك نسبة ايمان اعلى او حسنات اعلى لما بتتقرب منها. هذا تفكير وثني بحت. لو كان الدين الاسلامي ليس دين وثني لما كان هناك حج ومكة. كان فيك تحج انت انت سوري حج بسوريا. بس في طقس معين تعمله بيمشي الحال. مصر حج بمصر. لكن حصرا مدك تروح على منطقة معينة جغرافيا لتتقرب لله زلوفة. انت عجبتك العقيدة هذه ما عجبتك عدهالة هو الاسلام. هو الاسلام كده. تحب تحرف روح عند الفلاسفة. وبالنسبة هالة اللي سألني بالتعليقات الله قبل الطريقات. الحقيقة قبل الطريقات حبيته بهذا الكومنت. حبيته لحكاها اخر شي. هذا هو الاسلام. اذا عجبك عجبك ما عجبك روح الفلاسفة. بصراحة هنشارك اللينك تبعه. ولي حابب يروح يتابع هذا الفيديو او يدعم القناة قناة اسمه سيراج العقول. لانه بصراحة بيحترموا هذا الكومنت اللي حكاها بالنهاية. هذا الكومنت اللي حكاها بالنهاية. انا برأيي بيخفر له عن كل شي حاكي لانه كل ياتنا اصدقائي قد يمكن نتفق منه الانسان هذا غير منطقي ما بيصل لنتائج عقلاني ممكن. لكن بصراحة كل لاتنا بحقلنا نعمل هذا الشي كبشر. كل لاتنا بحقلنا. الجملة هاي الاخيرة انا بنظري بتخفر له عن كل هاي الاشياء. لانه انتو بتعفو شو البديل يفترض بالعقيدة الاسلامية خاصة اصحاب النصوص. حد الردة. بنطبق على الانت شو كان لازم يقول لك هذا هو الدين. اذا ما عجبك انت مرتد او انت كافر او انت جاء لا. قال لك زي ما عجبك روح لعندي الفلاسفة. مو بس هيك وهي لايك هم? ما توقعت انسان بيفكر بهاي الطريقة النصية الحشوية ما توقعت انه يحكي هاي الكلمة بصراحة. يقول اخر شي انت حر اعمالي بالدكيات اصطفل. انت صديقي بنظري احسن من كل شي دعاة اسلام على اليوتيوب اخر فترة وردود شبهات وهكذا وملف الالحادي انت احسن منهم كلهم بنظري بس بهالجملة الوحيدة اللي حكيتها اللي يصل لهم سنين ما ادروا ايه يقولوا. انا شو عمل حبيته بس بهالجملة. شو بنا نزعا من الناس اللي بتفع معنا فكريا اصدقائي او ما لهم دارسين فلسفة ما فينا. صديق فهمته غلط. وات ريلاي. انت عجبتك العقيدة هذه ما عجبتك عد هذا هو الاسلام. هو الاسلام كده. تحب تحرف روح عند الفلاسفة. وبالنسبة هالي. ما ما ريش. هذا هو الاسلام. يا بتاخده يا اما اذا حابب تحرف. قالك تحب تحرف روح عند الفلاسفة. اصدقائي حزروا شلو. حزروا شو لازم تعملوا يمكن لتشوفوا وجهة نظري. انا دايما بحب تفرج على هي فيديوهات من منظور انسان مسلم مشكك. عم بيتفرج على هي النصوص ليتعلم. فانا كمسلم مشكك. ويتفرج على هيثم طلعات. عن جد بخاف. انا عم بيخوفني من النار. عم بخوفني من جهنم. وعم بسمعني ان المرتد بالظروف معينة في الو حكم معين. انا لو عم بتفرج عليه بعائلية مسلمة هاد الشخص حسيت فيها رحية تبع. اخي ما عجبني هذا الكلام هو. اهل ازا ما عجبك يروح عند الفلاسفة. كامل دقيقة اوه اوه معقول هلا بهالجزء الاخير ينزعل نياها. بليز دونت. اللي يسألني بالتعليقات الله والله مدرككم قبل سنتين ثلاث سنوات. شوف المقطع هذا. يعني من على الله يهديك. اسأل الله ان يكون هذا المحتوى في ميزانة حسناتنا اجمعين. وانا يكون صدقة جارية لنا ولجميع المسلمين. الاحياء منهم والاموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما نزعها نو. اوكي. فيكن تختلفوا معي. فينا نختلف مع بعض. انا عم بقلكون. هاي الجيملة الاخيرة حبيتها. فحاكتب له كومنت. افضل شيء بالفيديو هو الجيملة الاخيرة. كون كده. لانه عن جد اعجبني اضافة الاخيرة. حرفيا اعجبني بهذا الفيديو هو الجيملة الاخيرة. مثل الكومنت اللي كتبنا له. كتبنا له الاخ احلى شيء بالفيديو هو الجيملة الاخيرة. وهذا اللي حبيته عن جد. نحنا ما لازم نصل لمرحلة يقول نحنا نمنع وجود ناس بتعارضنا بالافكار. او ناس مو دارسة فلسفة او مو دارسة منطق. او لما بتحاول تحكيب المنطق بيكون مستوى مضحك. ما لازم الكل يكون موجود. اي حد احب يحقق له يسدي ويقامن بايه شيء. طالما ما في ايذاء الاخرين. وانا هذا اللي شفته بنهاية الفيديو. لما قال بالحرف هذا هو الدين الاسلامي. ازا عجبك عجبك. از ما عجبك يا اخي روح لعندي الفلاسفة. هي دعوة جيدة. انا بعتقد حتى فيه ناس ممكن يهذبو عليها. يعني ممكن هذا زن شهر الاخ ما شاء الله. وصار عنده قناة كبيرة بيجوها دول الدعاة اليوتيوب يا اخي لا يجوز ان تقول ذلك. الاسلام هو الحق وهناك حده مرتد وحقه مشكك وهي الاصاصة. فبظن يهذبو عليها انه ما مصير انت تعطي حرية من الناس منين جبت الياها من اي حدا يآمل بلي بده اياها. لكن انا مبسوط بوجود هيك ناس. فنعم الفيديو كله كان غير موفق منطقيا غير موفق اسلاميا حتى متل ما انتبهنا. وحتى اخر شي لما القاعدة كلها اللي باني عليها كل الفيديو نحنا لانه اول ولانه وعطل ولانه وكيف ولانه وكذا كلها كسرها بحرف جر. طبع الفي هنا يجب لحتى تشتغل الالية تبعي ما سرته القاعدة نفسها. ومو هو. مو الحق علي. يعني لا تفكروا انه هذا خلل من الفيديو نفسه الاخلى بيكم موفقا بالطرح. هذا اللي بيعملوهن جماعة النصوص كلياتهم. بيبنوا قواعد معينة. بيقولوا هي هي الثبوت تبعها وبيكسروها لحتى يرقعوا الاماكن اللي ما بتزبط معهم. هذا اللي بيعملو كلياتهم. فنعم. جميل نشوف فيديوهات مثل هي. نغير جوعا المعتاد يعني ما مبسطت في انا الفيديو. لعمي فيديو كله فاشل. مو انه هو لم يقصدوها. انا برأييه هنن عن جد لمدة طويلة ما دربوا نفسهم يفكروا بشكل نقضي. لدرجة انه ما بينتبهوا على نفسهم وتبتناقضوا. عن جد. ولكن نعم بالنهاية الجملة الاخيرة عجبتني فيديو تابعه لانه لا يفهم منها التعصب او اكراه الاخرين. فان كان هذا هو مستقبل الدعوة. الناس نختلف معهم فقط فكريا. لكن ما في بالضرورة اختلاف اخلاقي وتكفيرني الاخر الشيطاني. اذا كان هذا هو مستقبل الدعوة فاهلا وسهلا.